يقارب عدد النخيل بولاية الوادي الأربعة ملايين نخلة وتحتل المرتبة الثانية وطنياً في منتوج التمور حيث يتعدى المنتوج 2.7 مليون قنطار سنوياً يتصدره نوع دقلة نور الاستفادة من الدعم الدولة في إطار الدعم الفلاحي فيه اللي يستفادوا بأبار فيه اللي يستفادوا بمعناها الأدوات السقي كذلك بالنسبة للماتريال أغريكول يعني فيه عدة استفادات اللي تخلي المنتوج يطلعوا وبالتالي عندما تقبسنا إن شاء الله أزيد من نزوز فصل 7 مليون قنطار منتوج تمور كل أنواع مختلفة علماً أن الولاية نتاعنا فيها أكثر من 60% حوالي 65% منتوج نوع الدقلة ويستبشر الفلاحون بوفرة ونوعية التمور المنتج خلال هذا الموسم إلا أنهم يتمنون تسهيلات في التسويق المحلي وفتح أفاق واسعة للتصدير والله القلع على العموم لبس خير من العمل الفات تاجر هو اللي عاد يدي في الفائدة الفلاح ما عادش عاد خسر في الابرس ما كاش هماكنت على التسويق ما كاش تصدير أنتاج بإذن الله وفير أقوله أحسن من العمل اللي فات ولهذا ناشد من خلال برنامج تاكم وتغطي هذه تثمين النخيل تثمين النخيل والإنتاج نطلب من سيد الوزير أن يمشع معنا في التثمين وفي التصدير ويطمح منتجو التمور بالوادي إلى دعم شعبة التمور عن طريق تشجيع مشاريع التحويل والتوظيب وكذا إنجاء فضاءات كافية للتخزين والتبريد